بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمدين وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا بالسلام عليكم وشانكم وشاخباركم إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة وسعادة وإنتوا تشوفون الفيديو اليوم مجيدكم بوصفتنا لليوم هي العسلية أو أم العسل تسموها انتو حبايب قلبي حبيت اسوي هذي التحلية ما الجيل الطيبين قابل اكيد متان اكو هذي الشغلات اللي هسه يسوها يعني اكو بس امهاتنا و جدياتنا متانو يعني مثل ما هسك وتطور وكل شي اكو قاموا يخترعون شغلات يا بي شغلات او تحليات يا و تحليات فحبيت اليوم اقدم لكم بس اكيد احنا همينا انحن يعني الزمان قبل عالقواتي اللي يقول وحبيت اقدم لكم هذي التحلية العسلية كوب شكر نص كوب مي وتطلع لكم الطيب عسلية وهنان مثل ما رشوفون اني خليت لون الاخضر و يعني راح انكها بالموز حسب طلب يعني بناتي و اللون الاحمر اكيد انكها بالفراولة و حبيبات قلبي احب اقول لكم بما انه هذا اخر فيديو بهذه السنة سنة 2022 اللهم ربي يعني حقق كل امانيكم حبايب قلبي وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله حبيبات قلبي مثل ما نتشوفون هنانا من بعد ما نكهت و لونت العسلية راح ابدي اسوي اشكالهم بالصينية بس هنا احنا رح يصير عدنا حرب هاي تقول لي انا اريد ابو القلب هاي تقول لي انا اريد فراشة هاي تقول لي اريد نجمة وتعالوا شوفوا شصار بحال الطحين اللي نريد نخلي به العسلية يعني صار شكله كلش محلو بس يسوي بعد هاي الجهال وهاي سوال فهم فهنانا حبايب قلبي مثل ما رح شوفون هاذا شكله طلع بالنهاية و طلع كلش طيب طعمه مو بس شكل واللي ماكله من هاذا هذي التحلية العسلية او ام العسل ما اعرف شي تسموها انتو كتبولي بالتعليقات خلي تكتلي بالتعليقات و قبل الهمتشان يخلو لها نكهات لو لا احنا هسا حاليا بعد النكهة يعني مثلا نكهة موس فراولة برتقال ليمون حسب اللي انتو تحبوه وهنا اكيد انا دا اتذوق طبعا كلش كلش طيبة حبايب قلبي سهمكم الف الف عافية اكيد هسا كلش هواي رح يعجبكم و رح يعني تشتهون هذي التحلية وتسووها ان شاء الله تسووها على طريقتي وتضبط وتنجح وياكم حبايب قلبي اللي هنا انا وصلت وياكم النهاية الفيديو اقولكم مع الف الف سلامة حبايب قلبي باي باي